رغم الطفرة التي شهدتها الجهود ديبلوماسية لإنهاء حرب اليمن بما فيها مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الرياض يوم الاثنين فإن المؤشرات الميدانية والسياسية تشي بأن هذه الحرب ربما لا تزال عصية على الحلول بإذان التحالف الذي تقوده بدخول أربع سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تكون السعودية قد بدأت فعليا بتطبيق بنود المبادرة التي طرحتها الاثنين لوقف إطلاق النار في اليمن والتي تضمنت في أحد بنودها تعهدا بالسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر الميناء وإعادة فتح جزئية لمطار صنعاء وكلاهما يخضعان لسيطرة الحوثيين والإذن الذي أوردت رويترز نبأه نقلا عن مصدرين لم تسمهما يأتي بالرغم من رفض الحوثيين للمبادرة السعودية بحجة أنها لا تلبي مطالبهم بإنهاء الحصار الجوي والبحري الذي يفرده التحالف ولم يكتفي الحوثيون بالتصعيد سياسيا في وجه مبادرات السلام الزاحفة نحو اليمن فقد امتد تصعيدهم إلى الميدان أيضا حيث أعلنوا عن استهداف مطار أبهى السعودي بمسيرة غدات إطلاق المبادرة الجديدة في الرياض ما يشي بأنهم قد يتبعون نفس النهج الذي استخدموه لرفض مبادرات التسوية السابقة للأزمة غير أن الظروف تبدو مختلفة هذه المرة فهناك تصميم أمريكي ضاغط يقوده المبعوث تيموثي لاندر كينغ لوضع حد للحرب في اليمن بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن الذي حدد إنهاء الحرب ومخلفاتها من المآسي الإنسانية كأولوية في سياسته الخارجية وإلى الضغوط الأمريكية التي شملت وقف الدعم العسكري لحملة التحالف باليمن يعز البعض أسباب إطلاق الرياض مبادرتها الأخيرة التي رمت وفق المراقبين بالكرة في ملعب الحوثيين وضمنت لهم عددا من المكاسب التي قد ترقى إلى ما يشبه الاعتراف السعودي الضمني بوقائع أفرزتها الحرب بما فيها إشراق الحوثيين في حسابات مصرفية مع الحكومة اليمنية لدفع الرواتب واقتسام العائدات الجمركية للمطار والميناء بينهما ومع هذا فإن ثمار السلام في اليمن لا تبدو وكأنها على وشك أن تزهر حتى اللحظة فالتسريبات من داخل الاجتماعات التي أجراها لندر كينغ مع أطراف النزاع بمن فيهم الحوثيون كشفت عن هوة لا تزال شاسعة بين المطالب السعودية التي تريد ضمانات بكبح نفوذ إيران على الحوثيين ومنطقة عازلة قرب حدودها مع اليمن وتلك الحوثية المطالبة بإنهاء الحصار على المطار والميناء هو يزيدها اتساعا تأجج العمليات القتالية في العديد من الجبهات بما فيها مأرب وتعز وحجة ما يزيد المخاوف الدولية من إمكانية انزلاق اليمن مجددا في رحل حرب الشاملة من الذي يملك أوراق النزاع في الأزمة اليمنية ينضم إلينا من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن للدراسات وتنضم إليه أيضا من لندن عبر سكايب أم كلثوم باعلوي محامية والديبلوماسية في حكومة أنصار الله الحوثية مرحبا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة من الذي يمسك بزمام الأمور أستاذ سعد في قضية الأزمة اليمنية الآن نعم الحقيقة أن كلا الجانبين يمتلك أوراق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تملك الأرض تملك التمثيل الدبلوماسي تملك الاعتراف الدولي تملك تنبين تملك كل شيء الميليشيا الحوثية تملك صنعة وهي لديها سلاح يعني يساوي قوة سلاح الدولة ولديها العاصمة الصنعة وميناء الحديدة ميناء الحديدة يعني دخل تحت اتفاق ستوك هولم وفشلت الولايات الأمم المتحدة في مسألة إدارة اتفاق ستوك هولم الآن المملكة العربية السعودية تطرح المبادرة هذه من جديد وتشرك المجتمع الدولي كافة من ضمنها هيئة الممتحدة ليروا إن كان هناك فرصة لإعادة الأمن والسلام للشعب اليمني أم لا فأعتقد أن هذه فرصة سانحة للحوثيين لإعطاء الشعب اليمني ما يريد وأيضا للجنح إلى السلام إذا كان ذلك غير ممكن للحوثيين معنى أن المجتمع الدولي أكتشف وتأكد أن هذه الميليشيات ليس لديها استطاعة وليس لديها القدرة ولا النية في إعطاء السلام للشعب اليمني وإعطاء حريته ما هو الدليل أستاذ أم كلثوم على أن ما يقوله أستاذ سعد هو غير صحيح يعني ما هي الأفعال التي قام بها أو قام بها أنصار الله الحوثيين أو على الأقل لإبداء نوع من أنواع حسن النية أي فعل إيجابي على طول فترة المبادرات التي قدمت السعودية والحكومة اليمنية أيضا براست عبد الرمو منصور هذه طول الفترة الماضية ليثبتوا بأننا نريد المضي قدما نحو السلام في كل مرة يتحمسون ربما في الرياض ويعني يسعون للتنفيذ ولكن عندما يعودون إلى صعدة تختلف الأمور كثيرا هل لك أن تنقض ما قاله أستاذ شعد نعم أولا أستاذنا العزيز المبادرة هذه المزعومة لم تقدم رسميا لحكومة صنعاء أو لأي من الطرف المعني بحكومة صنعاء سواء في مسقط أو في صنعاء وزارة الخارجية لم تستلمها وأيضا مكتب السياسي لأنصار الله وأيضا الفريق الوطني في مسقط يعني هي المشكلة في استلامها باليد؟ مبادرة رسمية من النظام السعودي هذا فقط تضليل إعلامي طلقة إعلامية لتضليل الرأي العام أن السعودية تحاول مبادرة للسلام لليمن وهذا غير صحيح لو السعودية تريد السلام والخير لليمن عليها أن تعلن وقف عدوانها على اليمن كما أعلنت تدخلها العسكري في واشنطن في يوم 26 مارس 2015 إذا تريد أن تخرج من هذا المأزق عليها أن تتعامل مع الجهة المعنية وهي حكومة صنعاء وهذا تضليل إعلامي لأن هناك مطالبة شعبية عالمية بوقف العدوان والحصار على اليمن ولا يجوز للنظام السعودي أن يفرض علينا ما يريده بما أنه يقول ستستمر الإغلاق مطار صنعاء ويستمر في الحصار لماذا يجوع الشعب اليمني؟ هذا غير قانوني غير أخواتي ولكن حتى للإنصاف هذه النية جادة لإيقاف هذا العدوان كما تقولين بأن هناك لا نستطيع أن نفعل شيء لم يقدم لنا رسميا أصلا فقط حديث إعلامي كما تقولين بأن هناك لربما أيضا مطالبات عالمية ودولية لإيقاف الحصار وإيقاف الحرف في اليمن أيضا هناك مطالبات من الحوثيين للاستجابة وبشكل إيجابي للاقتراح السعودي فرنسا أمس قالت بأن على الحوثي أن يستجيب الآن من أجل السماح بإنهاء والأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني للطرفين القضية وليست فقط للسعودية أو للحوثيين يا أستاذ العزيز فرنسا ليست بموقف أن تفرض علينا أو تقول لنا ما نفعله وغير نفعله فرنسا متهمة بسرقة نفط اليمن من مارب وهي تعلم ذلك أن هناك تحقيق مع الويترز وإي بي أس يتكلمون عن هذا الموضوع فرنسا طيب روسيا 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 طيب روسيا 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 طيب روسيا أستاذهم كلثوم روسيا طالبت من نفس الشيء روسيا أهلا وسهلا فيها امتلعت من التصويت للقرار الذي يستخدمها النظام السعودي للقيام بأعمالها العدائية ضد الشعب اليمني ولكن رحبت بالمبادرة والمصانع حتى الدواجن حتى الدواجن صاروا حوثيين إيش هذا الكلام يا جبا طيب شو هذا الكلام يا أستاذ سعد أين المبادرة المبادرة هي عبارة عن كلام إعلامي رصاص بالهواء لم تقدموها إلى وزارة الخارجية في حكومة انصار الله الحوثية وتقولون لنا الآن بأن الحوثيين ليسوا جادين بالسلام أنت تصدق ما أنا أقول لك أنا لا أصدق ولا أقدم شيء على الأطلاق لكن يجب أن يكون الضيف على مستوى النقاش الله يسعدك الآن الولايات المتحدة ترحد بالمبادرة السعودية سامحني سامحني قضية الضيف تحت مستوى النقاش يجب أن يكون النقاش على مستوى سمع المشاهدين يا سيدي أرجو أن تهتم بذلك لن أسمح بأن يعتدي عليك أي شخص بيوصف يا أستاذ ساعد أنت في ضيافتي وأيضا نفس الشيء للأستاذ أم كالثوم أنا لما أقول لك أنا أتحدث معك أنت أنا أتحدث معك أنت أنا أتحدث معك ولست أتحدث مع غيرك أنا أقول يجب أن يكون نقاش على مستوى عقلية المشاهد يعني الولايات المتحدة رحبت من المبادرة لا بل قل انزل إلى مستوى النقاش الولايات المتحدة رحبت بالمبادرة فرنسا رحبت بالمبادرة على لسان وزير خارجيتها وعلى لسان وزير خارجية الولايات المتحدة وعلى لسان خارجية إيطاليا وفرنسا وروسيا الوفد الذي أعترض صراحة وللأسف ونحن في عهد الآن كل النادي بالديمقراطية هو سفير أو ما يسمى بسفير في صنعة ممثل الإيرانيين حسن أورلو تكلم باسم الحوثيين في صنعة كأنه هو الحاكم وهو الآمر بأمره أعتقد أن كل الدول وافقت وتحدثت عن المبادرة على لسان وزير خارجية الدولة. يعني لو إيران نفسها تحدثت عبر وزارة الخارجية كان يمكن يكون الكلام هذا مقبول لدى المجتمع الدولي. لكن أن يتحدث باسم حكومة صنعة حسب ما يقال أو باسم الميليشيا في صنعة سفير أو شخص معين من إيران يدير الأمور. هذه والله أعتقد لا أحد يستطيع أن يقبلها أو يتوقعها أن تحدث في مثل هذه الأمور. على كل المبادرة أعلنت والمبادرة ليس من حق السعودية أن تأخذ ورقة ورقة وتسلمها لكل كاتب أو كل مقال. المبادرة أرسلت بالطرق المعروفة واستلمها الحوثيون. واستلمتها الشرعية. واستلمتها جميع الأطراف. والمبادرة ليست خاصة بالسعودية كما يدعي البعض. المبادرة هي نقاط مطروحة تناقشها أو تطبقها هيئة الأمم. مجلس الأمن وهيئة الأمم هي المشرفة على تطبيق هذه الفقرات. أولاها مطار صنعة وميناء الحديدة. اليوم هذا أدخل أربع سفن بترول إلى داخل ميناء الحديدة. فلننظر ماذا تفعل الأمم المتحدة ومندوبها في اليمن. كيف تصريف هذه المشتقات. السعودية لم تقصر في شيء مع الشعب اليمني. سواء حوثيه أو غيره. لكن المشكلة أن يأتمرون بأوامر إيران داخل اليمن. هذه المشكلة التي يعاني منها الشرعية ويعاني منها بقية خطاعات اليمن. ولكن أستاذ سعد ألم تكن تعي الرياض بأن هذا الطرح اليوم سيستلقف من الحوثيين على أنه ضعف من السعودية. الآن وسيرتفع سقف المطالب الحوثية. وبعد التجربة السعودية الكبيرة مع الحوثيين. عندما تقول لي بأنه هذا كله كمطروح على الطاولة السابقة. نتكلم نحن هنا دخول السفن. إعادة فتح مطار صنعاء. كان هناك موافقات ثم تغيرت. يعني هناك تجربة سعودية طويلة اليوم مع الحوثيين. ألم يتوقعوا بأن هذا سيواجه بالرفض اليوم وتعنت أكثر. ما هو المكسب السياسي على المستوى الدولي من تقديم هذه المبادرة. اختصر لي رجاء حتى لا نظلم أستاذ أم كلثو معنا. نعم. نعم. أولا هو كشف أوراق الميليشيا في صنعاء. بأنها لا تريد السلام. ولا تريد للشعب اليمني الاستقرار وحقنا الدماء. وتريد أن تأتمر بأمر طهران. هذه أكبر ورقة ممكن أن تكشف المبادرة. إذا لم يكن ذلك فليمد أديهم إلى الأخوة في جميع أنحاء اليمن ويعملوا بالمبادرة. ويطبقوا المبادرة. والمبادرة تقول وقف إطلاق النار. يقول الحوثيون أننا لا نقبل بهذا الأمر. بل يوقف إطلاق النار ونستمر في استيراد وتصدير واستيراد الأسلحة واستيراد. يعني أمور غير منطقية أن تناقش. يعني الحكومة الشرعية لن ترضى بذلك. المفترض وقف إطلاق النار من جميع الأطراف. سواء من الشرعية أو من التحالف أو من ميليشيا الحوثي. هذا هو علشان يعملون الناس في سلام وفي أمن. الخطوة التي تليها هي مناقشة ميناء الحديدة ومطار صنعاء. ثم تليها مناقشة السلام على طاولة واحدة جميع الأطراف اليمنية بما فيهم الحوثي السعودية. لا تستبعد أي مكون يمني. سواء حوثي أو غير ذلك. كل من يعيش على الأرض اليمنية له حق التمثيل في هذا البلد. لذلك نقول أن أي مبادرة تأخذ بالتدريج. ولها وقف إطلاق النار ثم الدخول في التفاصيل. ألا ترين أستاذ أم كلتون بأن هذا بالفعل يدفع أو يعطي السعودية زخما أكبر بدعم دولي. ورجاء أن لا تقول لي غير مهم. الدعم الدولي يعني يلعب دورا كبيرا. يا أستاذ أم كلتوم لأي مبادرة سياسية. يعني أود أن أسمع يعني إجابة فيها تفصيل اليوم. هناك مكاسب سياسية على المستوى الدولي تحصلها السعودية. نتيجة ما تقوم بطرحه ونتيجة الرفض الحوثي اليوم. ما هو مخرجكم؟ ما هي الخطوة التالية؟ وقضية إدخال السفن هذه كانت مطروحة من قبل. وقضية فتح مطار سنعاء وأسر كان عليها. هناك جدل. هذه ليست بقضية جديدة. فرجاء أستاذ أم كلتوم أن تجيبي عن هذا السؤال. سأجيب عليها. لكن لا تقاطعني. أستاذ ومنحني الفرصة كما منحت الضيف الآخر. أنا وعدتك. قلت لن نظلمك. تفضلي ستي. الوقت المتبقي لعليك. معي ثلاث دقائق. نعم. شكرا. أولا دول هذه التي تدعم هذا المشروع الذي هو مزعوم. لأنه لم يقدم رسميا كما صرحت لك. وأكد لي الجماعة في صنعاء أيضا. إنه لم يقدم لنا رسميا. فلحصلنا عليها عبر الإعلام. وهكذا. والدول هذه التي تدعم هذا المشروع هي أسفا داعمة للنظام السعودي في عدوانا على اليمن منذ البداية. بما أنها تعطيها الأسلحة والدعم السياسي. معقول. أمريكا رفعت الحوثيين عن جماعة الحوثي أختي. لا. في نقطة إذا قال هو الشيء يستحق المقاطعة سأقاطعك. قولي لي. سأعطيك بداله. سأعطيك بداله. معقول. الولايات المتحدة تدعم السعودية وتعطيها السلاح. ما هي التي أزالت أسمي الحوثيين عن قائمة الإرهاب الإدارة الجديدة يا أستاذ. بعد الضغط شديد من العالم. بلأنه غير منطقي وغير معقول. إنها تضعي. تحطها في قائمة الإرهاب. ويتدرك تماما. إن هذه ليست مجملة مليحية. إذن الضغط العالمي مهم. إذن الضغط العالمي مهم. هي حكومة صنعاء فيها كل الأحزاب السياسية اليمنية. لذلك هذه الدول هي من تعطيز الأسلحة للنظام. العدوان نفسه أعلن في واشنطن يا أستاذ. في واشنطن. لماذا؟ لماذا العملية العسكرية على اليمن أعلنت في واشنطن. إن لم تكون واشنطن أيضا طرف أساسي في هذا العدوان على اليمن. ما يقارب 17 دولة تحارب اليمن. 6 سنوات ذا الحين. وكانوا يعتقدون أنهم يدخلون للعاصمة الصنعاء مجرد أسبوع أو أسبوعين. ولكن 6 سنوات ونحن صامدون كيف فعلنا ذلك. وبالإضافة نطور أسلحتنا نحن. هذه السفن المحتجزة لها تقريبا سنة محتجزة هناك. بدون قانون. بحيث إنها تعرضت لتفتيش شديد من الأمم المتحدة نفسها. وحصلت على التحص تصريح اللازمة للدخول لميناء حديدة. ولكن النظام السعودي احتجزها بغير قانون فقط لتجويع الشعب اليمني لتركيعة. وهذا مرفوض. ومساس بمطار صنعاء أيضا مساس شديد في استيادة دولة اليمن. لا يوجد أي قانون تحت الشمس يمنح أو يسمح لنظام السعودي ومن وراءها ومن يدعمها أن تغلق مطار صنعاء الذي تسبب في مقتل ما يقارب ثمانين ألف مدنيين. فهنا هذه المشاكل يا أستاذ النظام السعودي ومن معه من دول هؤلاء الذين يقولون أنهم يدعمون هذه المبادرة لأنهم معها وكانوا يدعمونها في الأمم المتحدة سياسيا ديبلوماسيا يعطونها الأصلحة وهكذا. نحن لا نقبل في ذلك. نحن نريد رفع الحصار هذا الذي هو لا قانوني. لا إنساني وقاعد يتسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم. شكرا يا سيدتي. وهو عمل عقوبة جماعي للشعب اليمني بأكبلة. ولا نقبل هذه ليست مبادرة. شكرا. هذه تلاعف على عقول الناس. شكرا يا سيدتي. لا نقبل. عشر ثواني معك أستاذ سعدي ذاتك الرمضة. الشعب اليمني ما زال يرنوا إلى السلام والأمن. ما زال يطمع أن يكون هناك حقا للدماء اليمنيين. هؤلاء الذين في صنعة هم سلالة. يريدون أن يستعبدوا بقية الشعب اليمني. كما يقولون زنبيل. شكرا. فهم عندما يكون لديهم قتلة لا يضرهم أن الشعب اليمني يقتل. المهم أن يمسكوا بزمام السلطة في سلام. شكرا. أتحفظ على الكلمة التي قلتها. لم أفهمها بشكل دقيق. تبدو يعني متخصصة أكثر كلمة باللهجة الخليجية. أنا لم أفهمها. أتحفظ عليها مبدئيا. شكرا يا سيد ساعد لك. أتمنى أن نكون أنصفتك بالوقت سيدة أم كلثوم. شكرا لانضمامك إلينا عبر سكايب أم كلثوم باعلوي. محامية وديبلوماسية في حكومة انصر الله القوثية. شكرا لك سعد بن حمر رئيس مركز القرن للدراسات من الرياض. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك.